مشوار كبير يا كابتال عبدالله أنا لما أكون قاعد مع أسطورة أو نجم كبير ببقى الحقيقة مش عارفة ابتدي بني وبتدي الحوار إزاي ونتكلم في إيه لأن الحقيقة بنبعزين حلقة وثلاثة بس خلينا يعني نرجع معك فلاش باك شوية كده عن بدايتك مش كل الناس بتبقى رايحة لحي الكرة الطائرة مش كل الناس بتحب يعني تلاقي الناس كلها وصغيرة وانت فاهم كل كرة القدم والأهلي عايزة توادي كرة القدم إيه اللي خليك تبتدي مع الكرة الطائرة لأنا الأول حاجة طبعا لعب تلاعبتين بس طبعا طبعا الكرة زي ما حالك بتتكلم الأول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا برحب بعضيتك برحب جميل نادلاء المحترمين طبعا ابتديت في الأول الكرة القدم طبعا يعني كنت بلعب مع صحابي في الشارع أو بلعب في المدرسة فطبعا تعرف حضائك يعني كله بيبتدي في الكرة بالشكل مع صحابنا مزبوط كنت الحمد لله بلعب بشكل كويس جرب في اختبارات الأندية ابتلت فيها أنا جرب روحت نادل المؤمن العرب قلت أجرب في نادل أهلي لعبت برضو في كازا نادل تاني في يعني كان لها الحظ اللي أنا أروح نادل أهلي في اختبارات الكرة يعني كنت رائع خلاص إن أنا ألعب كرة نجحت فعلا في أقول اختبار يعني اللي جم جروا معنا قالوا أنت لعب جمج قوي كرة أو كنت بلعب كرة كويس جدا لا ومزال لا خلاص بقى دلوقتي يعني بقتمزال أول يعني بيتخاف على رجلية يعني آه فيه يعني فيه شوية حاجات كده فنيات حلوة بنعملها آه كنت الزمان يعني يعني كانوا صحابي بيحبوا يلعب معي جمج جدا في الكرة آه خسن لك في الكرة بس اكسن لك في الطائرة الله يخلي كابتاني سبنا ببراك لك والله يعني الطائرة يشوف ما شاء الله ربنا يديك الصح طب بدأنا دخلنا اختبارات النادي الأحدى أنا جعت في أول اختبار الاختبار التاني كان ماسك الاختبار كابتن شطة وأنا في الاختبار التاني كنت بلعب بشكل كويس جدا ويجبت جهون والتاني فقال ليه كابتن شطة بيسألني تاريخ ميلادك ساكن فين اسمك بالكامل ايه قلت خلاص الحمد لله ربنا كرمني وعادت الاختبار التاني كنت كانوا من الأول ثلاث اختبارات والثالث بعد التالي بقى بيتدي صف الناس بيهزب على كده بكل واحد أو مزبوط وخش على الفرعة بتاعته فجيت بعد الاختبار التاني كابتن شطة وقلت خلاص يعني اراح لاختبار التالي فخلصنا خلاص الاختبار وقب بره معاه قال لي كده يا كابتن خلاص انت مش هتلعب كورا فاستغرب طبعا لي يا كابتن فيعني كان رحمة الله عليه كابتن أحمد رجل وكان هو قب بره قال لي فيه مدرب كرة طائرة في الناد الاهلي هو شايف جسمك وتكويمك البدني ده يسمح للطائرة مش يسمح للكورا فطبعا أنا زعلته وخدت على خطري كابتن أحمد طبعا في اللحظة دي قال لي ما تزعلش هي الرياضة كده وممكن يكون ربناك تبدأ نصيب تلعب فوليو وتبع العيب كويس من زي كورا وطبعا خلاص ماشا يا كابتن الأخبار ايه قال لينا كل يوم في نادي الاهلي ساعة 8 شوف يعني يا وحبيب تجرب تعال انا وسهلنا بيك كان الكلام ده سهلت كما يا كابتن ربنا كان الكلام 93 يا خبار ربي ده زمان يعني انت بتحكي لي وانا بقول اي ده النصيب ممكن يتدخل يعني بالشكل ده وانا سيبه قدر سبحان الله يعني انت بتاخد في كورة القدم يعني مش مثلا يعني اتقلشت فروحت لعبة تانية ده كابتن شط عايزك نصبت يعني قصة ولا في الخيالي نصبت فبقول لحمك بعد خلاص يعني كابتن أحمد تكلمني رجعت الواجد للشغلة طبعا رحمة الله عليه نرحب احنا طبعا يا الاهلوية حاجة صعبة جدا يعني حتى النقاع زي ما بيقوله فوالدي يعني دموقراطي جدا قال لي زي ما انت حابب حابب عايز تجرب روح مش حابب ممكن نجرب في نية تانية يعني في اختبارات كورة زي ما انت عايز يعني فطبعا قلت له خلاص انا ممكن نهاردة روح كده اجرب اشوف الموضوع ممكن يمشي ازاي او الدنيا ازاي انا طبعا يعني والدي قارق بيقرأ جرانين كتير يعني جرائد كتير عندنا اه مصقف جدا يعني رحمة الله عليه يعني بالتمن جرائب يقوم موجودين عندنا يوميا فطبعا انا بحكم يقوم موجودين كل يوم على طول عيني في الأكبار الرياضة في العامة فطبعا عندي في الفولي كنت اوعى الكابتن حمد الصافي كابتن ماجل مصطفى كابتن محمد مسلحي طبعا كان بيزولهم صور زمان بطول افريقية في الحتة الفلونية هيلعبوا مع كذا كان سنك قدي سعيدة كان ساعة عندي 11 سنة كنت سعيدة اه اه 11 راتماشر وكنت طويل يعني يعني وسطر فايا ويعني يعني يعني أنا عندي خلاني طوال شوية لكن جسمي يعني بالنسبة لسني اعتبر طويل بس